أينما وليت وجهك وجدت صورة جديدة للمعاناة فارتفاع أسعار الخضار والفواكه في جميع أسواق محافظة الظالع يشكل عبءا جديدا على المواطنين في ظل هذه الحروب أصبح المواطن لا يستوعب هذه الأسعار أصبح المواطن لا يتحمل بشدة غلاء الأسعار أصبح المواطن الآن الدخل حقه دخل محدود ولا يستطيع أن يتحمل أي شيء في ظل هذه الأيام ظل العروب في ظل استمرار انهيار الريال اليمني الذي يقابله بطبيعة الحال ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه يشكل المواطن هنا من ارتفاع مهول تجاوز فارق انهيار الريال حيث وصل سعر الكيلو الطماطم إلى قرابة أربعة آلاف ريال على كف الرحمن نأكل صور الناس الذين يجدهم شرصورة ونأكلوا من الأفل عيالنا عيشتنا ما نسوي هذا الغراء على المسرق باع الخضار والفواكه أرجع الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع تكلفة النقل من وإلى محافظة الظالع وذلك بسبب استمرار ميليشيات الحوث المتمركزة جنوب مدينة دمت بقطع الطرق الرئيسية والفرعية وفرض حصار منذ أكثر من خمس سنوات نحن الباعين الخضار نضرر من الحالات قطع الطريق والحرب وكل أسباب الحرب تضرر المواطن وطالب الله غياب الرقابة من قبل السلطات المحلية على ما يدور في الأسواق يزيد من حجم الكارثة فالمواطنون هنا بأمس الحاجة إلى من يلامس أوضاعهم ويخفف من أوجاعهم محمد مريسي قناة بلقيس محافظة الظالع ترجمة نانسي قنقر